واضح إن النهار ده حر يعني مساعة ما نزلت خمسة الصبح هي حر وهم الأرصاد قالوا إنت نزل خمسة الصبح؟ أه والله نزل خمسة ميش أهلا أنا زي بدل النهار ده أنا هسكت وعادية شم خطأ وهيئة الأرصاد قالت متوقعت من نهار ده تقس شديد الحرارة وده معنا إن شاء الله كده داخلينا على موجة حرار السنة دي مش هتهزر معنا طبعا لأن المتوقع النهار ده هيكون درجة حرارة كبيرة جدا وعندنا طبعا جمهور كتير بإذن الله مئة ألف تسعين ألف مش أعايزة أقل من كده يكون في مطش مصر وكونغو النهار ده خلينا نتعرف أكتر ونعرف درجة حرارة أخبارها النهار ده إيه الجو هيتعدل على آخر منهار عشان المطش ولا ونروح لدكتور أحمد عبداللهعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية صباح الفلة دكتور صباح الفلة على حضاراتكم وعلى أستاذ المشاهدين أهلا بيك يا دكتور وطبعا تمانياتنا النهار ده لمصر بالتوفيق كله بس دايما بنحب نتطمن على درجات الحرارة والجو بشكل عام هيبقى عمل إزاي بالأخص ليلا ويا ترى الموجة دي ممكن تنتهي أو تتكسر ولا لا يعني إحنا النهار ده قمنا ترسع في درجات الحرارة اليوم وغدا حيصات الخيرة إلى أربعين درجة من يوم الجمعة يبدأ لنخفاض في التدريج في درجات الحرارة لكن عايزة أطمن أستاذ المشاهدين أنت وقت قامت المباراة حتكون الحرارة ما بين 29 و 30 يعني حتكون في تحسن في الأحوال الجوية عشان كده لكن أنا عارف طبعا أن أستاذ الشباب اللي بيروح البادري المباريات أرجو أن يبقى معايا كاب أو شمسية أي حاجة واقعي ده الرأس بما معايا إزاي السماء بتاعكم بيشرب منها دايما بنتطرش لما يعتش يعني لو الله لأطر أي حد فترة الغيرة حتى بيتطرح حراراته وأكس الأستاذ فيه خلاص الطبية حوالين بستات ياريت أن هو بينزل لها على طول هو بيطيله علاجه وهو يرجع يكمل المباراة وإن شاء الله يكون شاهد مباراة عيدة أبو خزم يمكن يا دكتور أحمد ارتفاع درجات الحرارة ما يبينش أول ما منحسوش في إحساسنا بالحر ولكن ارتفاع الرطوبة ونسبة الرطوبة أعتقد هي اللي بتبقى بتبين الحر وده اللي ممكن يؤثر نهاردة على شابنا نسبة الرطوبة برضو هتبقى مرتفعة مع درجات الحرارة أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد رجل متعاون معنا جداً صراحة في إطمئنان لكل جمهور كانت تان وصباح الورد نطمئن طبعاً لدرجة الحرارة النهاردة موضوع الرطوبة هو اللي بيفرق يعني انت الحرارة ما تبقى عالية قوي مش مشكلة ولكن ارتفاع الرطوبة هو ده اللي بيحسسك بالحرارة فالحمد للنهاردة نسبة 25% مش هنحس قوي بإذن الله إن شاء الله اشتركوا في القناة